بسم الله الرحمن الرحيم لو حضرتك بتقدر تكتب سيناريو لفيلم كارتون وحالب تعمل بعض الافلام الكارتونية يبقى لازم تتعلم تطبيق بلوتاجون تطبيق بلوتاجون زي ما احنا شايفين ده الشعار بتاعه اللي موجود اعلى الشاشة وده الرمز بتاعه اللي حالك بتقدر تنزله من على الجوجل بلاي بتقدر تنزل التطبيق وتتعامل معاه بشكل مجاني تماما هنبدأ دلوقتي في فتح البرنامج زي ما احنا شايفين كده بنضغط على التطبيق اللي قدامنا بلوتاجون بيحمل معانا التطبيق طبعا بيحمل في ثواني معدودة آآ بعد كده بيفتح التطبيق وتقدر تختارها ذلك الشخصيات اللي انت عايز تعملها داخل الفيلم الكارتوني وتقدر تسجل صوتك او تكتب باللغة الانجليزية ويظهر الكلام بصوت انجليزي البرنامج طبعا لا يدعم الكلام باللغة العربية يعني حاجة ما تقدرش تكتب باللغة العربية ويزهر واحد يتكلم باللغة العربية بس اما باللغة العربية بقى لازم حتك تسجل صوتك اول بيفتح معانا بيفتح بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا وبيجي لك هنا الفيديوهات اللي انت عملتها يعني انا عملت فيديو واحد بس او عملت فيلوم كارتوني واحد بس هو دا اللي ظاهر قدامنا الباقي الشاشة فاضيه زي ما احنا شايفين بتتملي بعد كده فيديوهات على حسب الفيديوات اللي حيك بتعملها. اول حاجة بتتعامل مع البرنامج بتيجى على طول تضغط على انشاء الفيديو. مجرد من ضغط الانشاء الفيديو بيظهر عندك اخر فيديو انت كنت واقف عليه او اخر شاشة انت كنت واقف عليها. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي دي اخر شاشة انا كنت واقف عليها من شوية. اا كنت احاول اعمل عليها فيلم كرتون. بتظهر معاك الشاشة دي لو حابب بتغيرها ما فيش اي الشكل خالص بتضغط على كلمة يعني هي الشاشة دي دلوقتي اللي قدامنا الخلفية اللي قدامنا اسمها بتضغط على كلمة الموجودة في المربع الرمادي اللي قدامنا. اضغط على كلمة يظهر لك دي كل الخلفيات او الشاشات اللي ممكن حضرتك تنزلها عندك وتبدأ في التعامل معي. طبعا اي شاشة عليها علامة السلة اللي احنا شايفينها قدامنا دي علامة التسوق دي. دي كده بفلوس. احنا عايزين شاشة مجانية. فتبدأ في البحس يعني احنا عندنا هنا مسلا دي هنا الشاشة مجانية. ممكن تنزل تحت تاني. تشوف اي شاشة اللي هي نعمل لها تنزيل. بتبدأ ان هو يعرض يعرض لك زي ما احنا شايفين دلوقتي. عايزين نبدأ في اضافة الشخصيات داخل المشهد. ده كده المشهد بتاعنا. طبعا هورح عليك في الاخر الفيديو بيبقى عامل ازاي بعد ما نخلص شغل عليه? وازاي المشاهد بتقسم داخل الفيديو. ده المشهد بتاعنا دلوقتي. ده البارك اللي قدامنا. حديك عايز تبدأ في اضافة الاشخاص داخل المشهد. بتيجي على كلمة بدون ممثل المتلونة باللون الاحمر. بتضغط عليها. يدخلك داخل شاشة صنع الشخصيات. هنا حديك بتقدر تعمل الشخصية اللي انت عايزها. يعني لو انت عايز تعمل بتضغط على كريت كاركتر. يبدأ ايجيب لك الاشكال بقى اللي حديك عايزها. ده واحد مسلا لابس زي كده تحسه افريق شوية. زي افريق فاحدك بتختار بقى ميل او في ميل. اختارنا مسلا ميل. فاجاب لك صورة راجل. تبدأ فيه تعديل على الشخصية. مش عايز اطول على حضرتك بقى هنا كده فيه حاجات كتير. دي كده علامة الراس. تقدر تعدل في الراس زي ما انت عايز تتكبرها تشغرها. تخلي شكلها مربعة زي ما احنا شايفين. آآ الشعر. بره تقدر تحكم في الشعر وفلون الشعر من تحت. يعني هنا مسلا هو مختار اللي هو وقف عليه ده. ده كده هو مختاره. طب هنخليه اصلع شوية من قدام. نضغط على الشكل اللي فوق. بيبدأ يحمل معانا. ويخليه لك اصلع. عايز تخلي شعره اصفر بتغطي اللي وان بقى اللي تحت. يخليك شعر اصفر او زي ما احنا شايفين. وهكزا الشنب بتقدر تختار الشنب اللي انت عايزه. بتقدر تختار نضارة. لون العين. القميس. الكدش بتاعه. بتقدر تختار اي حاجة انت عايزها داخل الشخص اللي انت الكاركتر اللي انت مختاره. بعد كده بتروح على علامة اعلانة السهم وترجع تاني. طبعا بتكمل معاه هنا لو عايز تسمي الشخص بتضغط علامة حرف الايه. وتسميه. هو هنا سميه من نفسه لان انا طبعا ما كملتش باقي الاعدادات. انا هنا عامل شخصيتين تانيين. عامل هنا مسلا سعد اللي قدامنا. وعمل بكار. وعمل زمردة. دول انا الشخصيات دي انا اللي عاملهم. فانا هختار مسلا بكار بالنضارة. هيقعد زي ما احنا شايفين. طيب هو دلوقتي يجبه لك قاعد على البنش اللي موجود قدامنا. طبعا الشاشة كانت فاضية احنا اخترنا الشخص الممثل بكار جبناه قعدناه زي ما احنا شايفين. عايزين نختار شخص تاني يوقف معاه داخل المشهد فنضغط الجزء اللي فوق المتلون بالرمادي ده دلوقتي الجزء ده ده المشهد فانت بتكمل كل حاجة في المشهد. يعني دلوقتي بكار قاعد عايز تغيرها بتضغط عليها بتخليه على البنش. راح اعلى اليمين. عايز ترجعه تاني في الشمال بتضغط على مكان بكار وتعمله يجي لك راح ينحي التاني يخالص. فاحنا عايزين نخليه. اه يعني هو هنا تجيب لك بنش او احنا اخترنا في بريدج لفت. فاحنا عايزين نخليه بنش لفت. يقعد في يمين البنش. بعد كده بنروح على بدون ممثل تاني ونضغط عليها ونختار شخصية كمان. فنختار مثلا زمرو ده تيجي تقعد. هنا قال لك. لو ضغطنا عليها وخلناها هقول لك مش ممكن لان احنا نقعد الشخصيتين فوق بعض. مش هيزهق. مش هتظهر كده الشخصيات. فانت لازم الشخصية كل الشخصية تكون جنب التاني. نيجي بعد كده على الايكونات اللي موجودة عندنا تحت فيه علامة اللي هي زي علامة مربع وفيه آآ حتة مكسورة كده من فوق اللي دي علامة المشهد. واللي جنبها علامة الرسالة دي علامة الحوار. علامة الكهرباء اللي قدامنا دي. دي عشان تقدر انك انت تاخد بين الممثلين وبعض. يعني هنا مسلا بدون ممثل هنضغط عليها تاني. نختار بكار بقى ما هتختارنا. ده كده هيبدأ في عمل المشهد داخل داخل المشهد داخل عملناه. يعني بعد مش هيجيب لك بقى ممثل تاني مش هعمل المشهد جديد. المشهد خلاص احنا حددناه. اللي هو بكار وزمروضة قاعدين في البنش في اللي هم موجودين فيه دلوقتي. بكار بيعمل على بيعمل بقى ايه بقى مع زمروضة? بيزققها مشهد. فتضغط على كلمة بوش. فيزهر لك ان هو بيعمل دفع كده لزمروضة. آآ تختار بقى اي حاجة انت عايزها من هنا. احنا نسيبها مسلا بوش. ونبدأ في تشغيل الفيديو نشوف هيعمل ايه بالزبط داخل المشهد. فبتضغط على علامة التشغيل. فاتلا ايه? عمل لها بوش زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. اهي علامة التشغيل تاني. عمل لها بوش. ده كده اول حاجة في المشهد. عايز تضيف اكشن تاني. فبتيجي تاني اكشن كمان. بتعمل فهي كده ده رابطه. فنبدأ بقى المشهد. طبعا المشهد بتاعنا فوق خالص. احنا اخترنا زي ما احنا شفنا. قسمناه. وبعد كده جبنا بكار بيبوش زمروضة. وزمروضة دلوقتي هتعمل بوش. فننخرج. عايزين نبدأ المشهد من اوله. بتضغط على اول حاجة خالص. فيجيب لك المشهد اللي انت عملتم. من الاول خالص. بكار قاعد على البنش. بارك بنش قاعدين فيه. ده اسم المشهد. او مكانه. وبعد كده بكار قاعد على اليمين. زمروضة قاعد على زمروضة على اليمين. وبكار على الشمال. فنبدأ نشغل مشهد تاني. بكار ضربها. فهي كمان ضربة. زي ما احنا شفين كده دلوقتي. عايزين بقى نبدأ نخليهم يتكلموا. فبتيجي على علامة الحوار او علامة الديالوج اللي هي موجودة قدامنا. بتضغط عليها. بدون ممثل. فمين اللي هتكلم? عايزين بكار اللي يتكلم. فنضغط على بكار. يقول بقى اي كلام. اي حاجة او عايز يقولها يقولها كده تكتبه هنا. لو عايز تتكلم بصوتك بتضغط على علامة اللي احنا شايفينها قدامنا دي دلوقتي. وتتكلم بيسجل صوتك وبيظهر كأنك انت اللي بتتكلم. فاحنا هنا مسلا نخليه يقول اي. عايزين نشوف الكتاب هنا اه هنا كده مسلا اي جو تو اسكول اس سي اتش او او ال. فرضنا مسلا او هيقول لها اي جو تو اسكول افري دي ايه. هيقول لها اي جو تو اسكول افري دي بيروح مدرسة كل يوم. بيسجل لك طبعا دلوقتي المشهد بتاعك. بقى هنا اول حاجة خالص المشهد بتاعك. اهي. ضغطنا عليه. كده المشهد اللي احنا بنحدده. وبعد كده بكر بيتكلم. بعد كده بكر بيدرب زمرودة وبعد كده زمرودة بتضرب بكر. ده ترتيب المشهد اللي عايزه قدامنا. تفرضنا ان احنا عايزين نخلي حاجة تحت يعني عايزين مسلا نخلي بكر. يتكلم بعد ما يضرب زمرودة. فبتيجي تضغط على المشهد اللي انت عايزه. اللي هو اللي انت عايز تخليه تحت ما بكر بيدرب زمرودة. وبعد كده ضغط على ثلاث دقاط يظهر لك الاسهم دي تنزله تحت حركة واحدة. نزلت تحت حركة واحدة بقى ده ما كانوا دلوقتي نرجع ثاني ونبدأ المشهد من اوله. كده بقى بكر بيدرب زمريضة وبعد كده بيقول لها فتروح زمريضة ضربها. فهي كمان ضربت. زي ما هنالك تقدر تتحكم في ترتيب المشاهد او ترتيب الحركات داخل المشهد الواحد. ده كده خلصنا علامة وعلامة العاملة زي الكهرباء دي دلوقتي اللي هي علامة الحركات بين الموجودين داخل المشهد. بعد كده علامة الجرس اللي قدامنا. لو ضغطنا عليه ده كده الصوت. تختار صوت بقى يبقى شغال معك مثلا عايز ستدخله معك. فهو كده جابه لك فين? جابه لك فوق خالص. بقى اول حاجة بعد بداية المشهد. يعني المشهد فوق الوصف بتاعه. بعد كده الكار هورن. بعد كده بكار بيدرب زمروضة. وهكزا. نبدأ نشوفه. فهي كمان ده كده المشهد بتاعنا. بعد كده علامة الموسيقى طبعا عشان لو عايز تضيف موسيقى داخل البرنامج هابي او ساد او احصل على المزيد من الموسيقى طبعا بتبقى بفلوس. احنا طب لفرضنا احنا بعد ما قلنا نضيف موسيقى. رجعنا في كلامنا. كده المشهد بقى فيه موسيقى بس احنا سايبينها فاضية. طيب نقف عليه نضغط على كلمة الموسيقى. يظهر لنا التلات نقاط دول نضغط عليهم ونعمل من العلامة الحامرة. اتشارت الموسيقى من المشهد. نيجي بعد كده لعلامة الحرف الايه. لو عايز تضيف اي تكست على الفيديو عموما. تضيف اي حاجة بقى زي ما انت عايز تكتبها. عايزة في الوضع صامت او بصوت. برضو لو حابب تكتب اي نص تكتب اي نص هنا كده دلوقتي مكان اكتب النص هنا. وهو بيظهر في الوسط او تقدر تحدد مكانه داخل البرنامج. ده كده تقدر تصنع منه فيلم كارتون. طيب انا دلوقتي هاعرض عليكم الفيلم اللي انا قدرت اعمله مع البرنامج. عشان تشوفوه. وبردو ثانية واحدة نطلع بره. وطبعا الفيديو اللي بالاسود ده ده اللي احنا كنا بنحاول نشتغل فيه دلوقتي وما كاملناهوش فهو سابق ما سابق غير اسم. ده الفيديو اللي انا جهزته عشان نتفرج عليه. بنضغط اول حاجة عشان نشوف هما فين بالزبط فتلاقيه هما في هو دلوقتي بيحمل الفيديو. ده كده دلوقتي في آآ عندنا بكار وزمرودة بكار واقف على بيشرح وطبعا اللي هي زمرودة قعدة جايب لك وصف مكان زمرودة. عندنا هنا بكار بيتكلم وبعد كده زمرودة تتكلم وبعد كده السارينة بتاعت البوليس وبعد كده في واحد اسمه سامير قاعد ورا وبعد كده في مشهد تاني بقى خالص يعني اول مشهد انتهى هنا عند خلاص بعد كده بدأ مشهد تاني اللي هو الفاير ده كان فيه بكار لوحده هو ده اللي انت بتقدر تعمله داخل البرنامج طبعا بتقدر تقدر تعمل يعني شخصيات كتير تقدر تعمل اا كل انت عايزه بقى داخل البرنامج ده دلوقتي وتقدر تقدم فيديو متكامل ببقى اكتر من مشهد يعني دلوقتي هنشوف مشهدين داخل الفيديو اللي انا عملتوا مزحه؟ مطلع بقى اعم باكر اعم 35 years old graduated at faulty of commerce in 2004 working as an i.t manager for 10 years i hope i can help all of you to understand this course you are a liar you failed in high school you cannot open the computer at all i will call ده كده انتهى الفيديو اللي انا عملته طبعا ده بكر بيقولهم ان انا اي تي مانجر وكده وهو طبعا بيجزب عليهم فالطالبة اللي عادة قدامه بتقول له لا انت متعارش تدفع الكمبيوتر وهطلبك البوليس فاجي صوت البوليس وهكذا قدر تدخل في اكتر من مشهد يعني احنا عملنا ده مشهد وفي مشهد تاني اللي كان في الاخر اللي هو بكر بيولع في نفسه في النار فطبعا ده مشهد تاني خالص مختلف غير المشهد اللي قدامنا تقدر تختار اكتر من مشهد وتقدر تركبهم مع بعض داخل البرنامج وبعد كده تعمل تنزيل للفيديو داخل الموبايل بتاعك وتعرضه على قناة يوتيوب مسلا او لو انت بتعمل عرض تقديمي لاي منتج او لاي شركة او لطلبة بتدرس لهم وعايز تعمل لهم المنهج بشكل كرتوني يقدروا يفهموه اتمنى تقدر تستفيدوا من البرنامج وهسيب له حقيقة اللينك في ديسكريبشن اسفل الفيديو ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش وطبعا قبل كل حاجة شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته